من دلوقتي اللعيبة بتشوفهم حريفة مصطفى فتحي مصطفى فتحي محمد إبراهيم اه الشكبالة طبعا طبعا اه اصل بص هو في حريفه لعيب لا انا كنا ما خالح حريف عارف الحريف ده هو ايه ما هو اللي كلفة اللي قدامه هو في الاخر سبع عديد بصوا في الاخر كله بيعا بي اي حد بيعرف يفوت بس هي في طريقة عن طريقة فيه في طريقة تمتعك ايوا وفيه طريقة مثلا زيزو ايقفش يعني يعني زيزو لا زيزو بيعرف يفوت بس انت مش يعني بيزقه يجري صح عكس اتجاه الناس بتاع عكس مصطفى اه مصطفى يقف ويرقص ويقف ويرقص انت عارف انا رمضان صبحي اقول لك انا اقصد مين عشان تفاهمني اه انا اقصد العيب اللي هو ايوه مع الكرة لما كان كابتن محمود انت يعني لما كان معك الكرة كنا كل شيء دوي اعرفت اللي هو ده الحريف هي دي ده المهار اه انا فهي لعيبة تانية انا فهي لعيبة تانية انا فهي بتوصد ايه زيزو ده بيمر من اللي عب ما هو ده ده مهارة اه بس الحريف ده اللي هو تروح مسرخ انا مشوف اميز واحد دلوقتي مصطفى مصطفى فتحي ده اكتر واحد مصطفى بن لزين ايه حكاية بقى انك بتلعب و بتضرب لا مش بتضرب لأ بص يا كيمو قال ايه حد صاحب صديق شخص كده بقالنا فترة كبيرة احنا اصدقاء يعني و انا بحبه جدا يعني حد جميل كده كان بقاله فترة هو بحبه كرة جدا و عايز يستثمر في الكرة حلو و بقاله سنين يعني عايز يستثمر في الكرة هو من بلد اسمها باسيون طبعا تمام السنية تلعب هنا محمد صلاح تعالى اه طبعا طبعا ولعب في النادي ماركش ايه باسيون طبعا فهو بيستثمر في النادي عمل فرقة كويسة صعد و لحد ما صعد درجة تانية دلوقتي و عمل فرقة جميلة عمل فرقة محترمة عندنا لعيبة جمدة جدا يا كريم ايه كان انا اتطلقت طلعت اتكلمت على بعض اللعيبة معي في الفرقة سنهم صغير والله انا عندنا ولد اسمه يحيى ولد اسمه طهر لازم يلعبه في نازل كبير لازم لازم والله فاحنا ماشيين لحد النهاردة احنا كنا اول بس احنا اتغلبنا النهاردة للأسف ايه بتلعب ولا بتدرب بلعب لا بلعب بس انا ليه دور فني يعني بتسئل يعني بحكم صداكت بالرجل هو باسي كفية جدا لكن انا بلعب بلعب مستمتع بص هقول لك الحاجة في الدور ده هو فيه لعيبة كتير يعني انا قابلتها في الدور الممتاز هم سنهم كبير ده بلعبوا في الدرجة دي عايز اقول لك كل الفرق اللي بلعبها الناس المميزة فيها الكبيرة هم والله اللي هم الخبراء بقى اه مختلفين اه بتلاقيه يعمل لك بص مختلف في وقت معي لو فيه فروق كبير بتلاقيه هو هدف الفرقة فانا دايما بشوف ان الجيل اللي قابل كده كانت فنياته اعلى بكتير هم فلو هو بيتمرن ومخالي باله من نفسه بتلاقيه حتى لو سنه كبر بتلاقيه برضو مميز فوسط الناس مميز اه طبعا انت بقى دلوقتي وانت بتبص من فوق يعني هالي المشكلة عندنا دلوقتي بقت مشكلة مدربين هالي مشكلة قطاعات ناشئيين هالي مشكلة منتاليتي عقلية لعبين ليه الموضوع اختلف بص يا كريم وكواس ان انت فتحت الموضوع ده عشان الموضوع ده هو فيه عوامل كتير قوي انت بتتكلم على كوالة اللعيب المصري صح؟ عايزة نوصل لكده صح؟ صح ليه قال؟ صح صح لها مش حاجة واحدة حاجات كتيرة جدا احنا زمان كان فيه ناس بتدور على اللعيبك كويسة وتوديها عندية ملوش دعوه بقى انت معاك فلوس ولا معاكش فلوس ولا انت فقير او غاني صح دلوقتي انت عشان تلعب كورة لازم تبقى حالتك المادية كويسة ازاي بقى؟ ثلاثة ربعة لانديها استثماري اللي هو عايزة تخش فلوس الولد ممكن تلاقي ولد موهوب جدا يعيني بيديع في النص مش هيبقى لي دور فاهم؟ لا زمان احنا الناس كاب بتدور في المناطق الشعبية انا روحت انا كنت بلعف ناشيه الاهلي انا روحت النادي الاهلي كده واحد اسمه كابت شاكر عبادة كان كالشاب في شوبرة شافني وانا بلعب في المدرسة قال تعالى تيجي تروح النادي الاهلي رحت تاني يوم رحت ورحت النادي الاهلي وكان معايا اتنين كمان صحابي والاتنين برضو فضلنا في النادي الاهلي بس هم عاعدوا سنتين ومشوا وانا كملت اه تمام؟ فكانت الناس بتدور زمان على المواهب مصر مليانة كمية مواهب يا كريم غير طبعية بس للأسف بتتظلم وما بتقدرش تكمل لان الناس ما بقتش تدور الناس دلوقتي عايزة جاهز يعني عايز لعيب جاهز هقولك على حاجة تفضل بتتفرج على امبي ولا لا؟ طبعا امبي اكتر فريق منظم في الدولة المصر صح خلي بقلك وانا بحترم تامر مصطفى جدا لان بحس ان المدرق من الرايلين جدا اللي عندهم طريقة بيلعب بي اللي انت تحس بصمة المدرق لا لا في حاجة بتتعامل لا في حاجة بتتعامل لان تلات تربع تجوالهم واحدة بيجوها بطريقة واحدة طريقة اللعب واحدة باين صح ايه تفرج تقول ده شغل مدرق اه لا وبيفضل لرفيق ويفضلهم الساحات عشان يلعب بلعب كار عاري على قفة حتى الضربات السابة والناس بياخدوا بص امبي ما فيش حد بياخد منهم الكرة تانية صح صح كل الكرة تانية فريط امبي بتاخدها قريبين جدا من بعد مع ان هما مش احسن حاجة مش احسن كالة لعيب ثم منظمين ليه بقى القدمة يقوف عندهم عنده كمية ناشئين غير طبيعي متأسسين كويس فلما بتحط في موقف انت محتاج فيه لعيب كويس بتلاقي لعيب كويس حتى لو هو صغير معظم الولاد صغيرين اللي بلعبه في امبي احمد حواش واحمد حمدي صح وقفة ومحمد حمدي ومحمد والله احمد محمد حمدي محمد لعيب كبير طبعا لا وفيه غيره وفيه ولد بينزل اسمه احمد جمال تقريبا صح لا فيه كتير ومعظم كمان اللي بلعبه اصلا من ناشئين النادي صح يعني فيه لعيبة كتير من ناشئين اللي فرق بقى من امبي واللي بيحصل دلوقتي علشان امبي عنده بيعتمد على الناشئين ما بيمشيش حد كان عنده كابتن امام محمدين فدل يختار من الولاد دي من هي صغيرة صغيرة وبيينقق وبيدور خلي بالكابتن امام بيقعد يلف على المحفوظات كلها فهو شغال كويس وشغله بان دلوقتي انت لما قد توقف عندك انت الدنيا ماشي امبي ماشي كويس عادي صح بس اده بتقول لي انه الاندية مفوت تستخدم الناشئين بتوعهم وفي نفس الوقت بتقول لي ان القواليتي قل انه اللعبة نفسها معشان الناس ما بقتش تدور انت دلوقتي يعني انت لك يعني دلوقتي بس لو نادي سين وجيت بسيط على الناشئين بتوع اللي كانوا داخلين بفلوس مش هلاقي احد هتروح اتر اشتري من فترة كده كنت اترجع لمطش الاهلي والزمالك 2003 2003 2003 اه 2003 اه 2003 اه زمان وانا صغير 2003 تقول لي 20 سنة زمان وانا صغير كانت فرقة 20 سنة في النادي الاهلي كانت كاب تنشام حنفي والفرقة دي وانت بتفرج على المطش مش عايزه يخلص من كمية المواهب اللي موجودة في المرأة ومطش حلوة قوي مش عايزه يخلص وكان في جمهين بيتروح للمطشت دي لا ده الاستاذ كان بيبقى عمليان اه انا بتفرج على مطش الاهلي والزمالك مفيش 3 بصات في المطش اتعملها المفروض ان دي والأهلي والزمالك اقوى فرقتين فافريقيا مش مصر مش هقولك فمصر طبع فلأ احنا عندنا حاجات غلط كتيرها جدا فالكورة داخل فها بقى وكلة اه حاجات كتير حاجات كتيرها غلط